مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وأبدأها بالعناوي المصدر أونلاين غريفيت يبحث الاستقالة من مهمته استباقا لإعلان الحكومة اليمنية رفض التعامل معه تحقيق لسي إن إن يكشف كيف يسرق الحوثيون المساعدات الإنسانية بمناطق سيطرتهم وفي عربي بوست ومن الأخبار المنوعة توقعاته باستقالة رئيسة الحكومة البريطانية بعد فشلها في تمرير خطتها للبريكست علم المصدر أونلاين أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين غريفيت يبحث فكرة الاستقالة من مهمته استباقا لإعلان الحكومة اليمنية رسميا رفض التعامل معه ومحاولة للخروج بماء الواجه مصادر مطلعة قالت للمصدر أونلاين أن غريفيت وعقب صدور مذكرة مجلس النواب الموجهة للحكومة عقد لقاء مع مساعده في العاصمة الأردنية عمان لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع التصعيد الذي شهدته الأيام الأخيرة ضده والتي كان آخرها دخول مجلس النواب على الخط وتوجيهه مذكرة رسمية للحكومة يحثها على عدم التعامل مع غريفيت وقال المصدر أن غريفيت في بداية اللقاء طرح على طاقمه فكرة أن يقوم برحلة إلى الرياض لمقابلة مسؤولين يمنيين ومحاولة امتصاص حالة الحنق التي أثارها أداؤه ووصلت دروتها مع الإحاطة التي قدمها المبعوث لمجلس الأمن إلا أن طاقمه نبهوه إلى أنه قد لا يوافق أحد من المسؤولين اليمنيين هناك على مقابلته وفي الاجتماع الذي بدأ فيه غريفيت قلقا ومرتبكا سأل الحاضرين كما يقول الموقع حسنا ما الذي علي أن أعمله وهل وصلنا إلى نقطة النهاية ومن ضمن الاستشارات التي تلقاها غريفيت من طاقمه أن عليه أن يبحث على وسطاء دوليين بإمكانهم التدخل للتخفيف من حنق الحكومة اليمنية عليه كما أن بإمكانه الطلب من الأمم المتحدة الضغط على حلفاء الحكومة اليمنية من دول الإقليم لإقناعها بتعديل موقفها من غريفيت احتفل اليمنيون بالذكرى التاسعة والعشرين للوحدة واليمن ما يزال يعيش حرب منذ أكثر من أربع سنوات شهدت البلاد كما ذكر الموقع بوست منذ إعلان الوحدة بعض الاستقرار لكن الأوضاع سرعان منفجرت بعد بدء نظام علي صالح بإقصاء قيادات جنوبية وعليه حدثت حرب عام 1994 التي انتهت لصالح الأول يعيش جنوب اليمن اليوم أوضاعا غير مستقرة وذلك لوجود ما يعرفه بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات وأحزمة ونخب قامت الإمارات بتشكيلها عملت ضد الحكومة وأعاقت عودتها إلى عدن وصعدت ضدها العديد من المرات وفي ظل الوضع الراهن أصبح ملف الجنوب بارزا خاصة بعد تحرك القوات غير الحكومية تلك ضد الحكومة الشرعية المعترفة بها في أكثر من محافظة آخرها الضالع وهو ما يجعل مستقبل اليمن غامض المحلل العسكري علي الذهب يبين للموقع بوست أن الوضع الراهن سياسيا وعسكريا واجتماعيا ضعف الاعتقاد بأن قوى دولية وإقليمية تعمل على خلق هذا الواقع الانفصالي من خلال فرضها على الأطراف اليمنية ووقف عمليات القتال في ساحل الجبهات أو في جبهات الساحل الغربي وذلك للحيلولة دون تقدم القوات الحكومية وإتاحة المجال أمام القوى الجنوبية الانفصالية بزعامة المجلس الانتقالي الجنوبي لتثبيت حدود الانفصال من خلال المواجهات الدامية في هذه الحدود لا سيما المناطق الواقعة بين محافظات تعز وإب والضالع ولحج والبيضاء وأتوقع الذهب أنه بعد تثبيت الحدود الشطرية في هذه المناطق ستكون المعركة في اتجاهين هما الأول الساحل الغربي حيث سيحاول الحوثيون استرداد الحديدة والتوغل جنوبا أو تمكين هذه المناطق لقوات طهرق صالح لتكون مدخلا جغرافيا وعسكريا أما الاتجاه الثاني سيحاول المجلس الانتقالي التوسع في حضرموت التي لا تزال تحت سيطرة السلطة أو سيطرة سلطة الشرعية للرئيس هادي التي تعاني شتاتا متعدد المجلات وهذا ما أعلنت عنه قيادة المجلس قبل يومين في زاوية المقالات نطالع اليوم في الشأن المحلي مقالة للكاتب أسعد عمر نشر في يمن فويس بعنوان الوحدة تاريخ متجسد في اليمنيين حضارة وتاريخا يقول فيه الكاتب تتزامن الذكرى التاسعة والعشرون لتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد للعام الف وتسمائة وتسعين واليمن تعيش مخاضات صعبة بسبب الإنقلاب والتوسع للمشروع الحوثي المسنود إيرانيا وما نجم عن ذلك من ضرار تهدد وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وسط هذه المعمعة تبقى وحدة الشعب اليمني بكل معانيها الإنسانية هدف كل يمني حر مهما كانت الصعاب وأيا كانت الظروف فلن يكون لأي منا مكانته بحدود صغيرة وستكون بكل تأكيد بلا سيادة أيضا وخاضعة لأحكام الوصايا وكلنا يعي حجم المطامع للدول الكبرى ولدول أصغر شأنا وقيمة وما كان من اليمن وفي هذا دلالة وإشارة يجب أن يفهمها الجميع والتي سيبقى الرهان لمواجهتها على الشعب اليمني الذي امتلك على مدى تاريخه الضار بالجذور حضارة عريقة تجستت فيها مظاهر التلاحم والترابط والتماسك الاجتماعي في مختلف المراحل ومع ذلك علينا عند كل حديث عن الوحدة وشكلها أن نراعي ونعي ما تسببت به سنوات مضت تجاوزت الخمسة عشرة سنة من التعبئة والتحريض على الانفصال كرد فعل على ممارسات الإقصاء والتهميش التي عاشها أبناء الجنوب وعدم التعامل معها بمسؤولية قبل الأحزاب والمكونات السياسية لمواجهة مخاطر الانفصال بدلا من التطنيش أو المجاراة واللعب بمشاعر المواطنين وقد كان الأسوأ في هذا السياق أنشطة تقسيم مكونات الحراك واستهداف نشطائه الصادقين من قبل أجهزة النظام القديم الذي استمرأ مهمة غرس المندسين ودفعهم للمزايرة باسم الجنوب بدافع الهروب من الاستجابة لكل المطالب بالإنصاف وتجاهل المعالجات والحلول المطروحة ومهما كانت المعوقات والاختلالات التي احترت مسيرة اليمن في ظل الوحدة وما نتج عنها من آثار مست مشاعر بعض أبناء الشعب بين المشاكل لم تكن في المنطلقات والغايات بل في الأساليب التي اتبعت والتي لا ينبغي الاستسلام لها فأمامنا من الفرص الكثيرة لوضع الحلول الناجعة لكل المشكلات والاختلالات من خلال إرساء أسس الدولة الاتحادية الحديثة التي اختطها أبناء اليمن من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي ضمنت قواعد جديدة تضمن الشراكة العادلة في سلطة والثروة تتوقف أم وليد عن الكلام وتجول بنظرها في الأفق ثم وكما يصفها موقع قناة بلقيس ترفع يدها نحو السماء فيسبق الدمع الكلمات تناجي الله بكلمات منها أسألك يا رب بعظيم وجهك وجلال عظمتك أن تحفظ أبنائي وتعيدهم إلينا سالمين معافين هذا هو حال لسان وليدة الصحفي وليد عبد الواسع والتي تقول إنها تعيش بلا روح وتقعد كل يوم بالقرب من نافذة المنزل تنتظر عودة ابنها وإخوته الآخرين تنتظر عودة جهاد بشوق هكذا قالت أم جهاد عبد الله أيضاً وهي تتحدث عن شوقها واميتها رؤية ولدها الذي غيابته جباهات الحرب منذ سنوات وتضيف لا أملك حتى صورة لفلدة كبدي التي نزحنا أو نزحنا نحن نزحنا من صنعاء إلى من تعز إلى صنعاء تاركين خلفنا كل شيء غادرنا مكرهين عندما كانت تعز تشتعل بينما توجه أو توجه جهاد توجه جهاد للجبهة ولم أره منذ أربعة أعوام تمتد المعاناة حيث ما وليت روحك يصادفك نزيف روح أم يقول بلال عليان وهو تربوي ويؤكد أن هناك قصصاً كثيرة ومعاناة كبيرة لأمهات يعانين عجزهن عن رؤية أبنائهم تلك القصص عايشتها أو عايشتها وهي نتاج الحرب البائسة ومخلفاتها ونفس الحال ينطبق على آباء يمنيين كثر ينتظرون عودة أبنائهم منذ سنوات ويعيشون وجعاً مماثلاً للأمهات ويشتاقون لأبنائهم حين تحولوا بينهم وبين رؤيتهم ويلات الحرب قالت منظمة سام للحقوق والحريات ونقل عنها موقع يمن مونيتور إنها وثقت جرائم قتل جماعي بحق المدنيين بمحافظة الضالع وذكرت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني توثيقها مقتل امرأتين إحداهما مسنة في السبعين من عمورها في مديرية الأزارق برصاص قناص حوثي كما وثقت أيضاً اقتحام الميليشيا لمنازل مواطنين ونهب ممتلكاتهم وأضافت أن قرى لكمة الدوكي تعرضت لقصف عشوائي من قبل مسلحي الحوثي بأكثر من عشر قذائف استهدفت مناطق المدنيين ووقعت إحداها في محجر صحي خاص بمرضى الكوليرا أكدت المنظمة ومقرها في جنيف أن المدنيين يعانون من وضع إنساني في غاية السوء بسبب العمليات العسكرية وضعف المساعدات الإنسانية وعدم وجود مراكز إيواء جاهزة وغياب شبهتام للمنظمات الإغاثية وفي شأن محلي آخر كتب فاروق ثابت مقالا في يمن أو يمن الغد بعنوان هل ستقيل الأمم المتحدة قادة الأغذية العالمية إرضاءا للحوثيين يقول الكاتب بينما كان جريفيث يقدم شهادته الزور للمجلس الأمن والمجتمع الدولي حول قيام الميليشيا بتنفيذ ستوك هولم لإنقاذهم من قرار دولي صارم ووشيك كان سيصدر ضدهم كانت الميليشيا تمنع وبشكل معلن وبتحدي صارخ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مرور مساعدات منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة مشترطة أن يتم توزيع المساعدات بنظر الميليشيا ذاتها متحججة بأن المساعدات التي طلب إدخالها من قبل الأغذية العالمية منتهية الصلاحية وفيها حشرات في وقت أهلكت الأوبئة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي كالكليرا والدفتيريا يبدو إن إجراء أحادي آخر ستنفذه الميليشيا ولكن هذه المرة سيكون الشرط هو تغيير قيادة منظمة الأغذية بقيادة أخرى تسلم المساعدات الميليشيا وبالتالي إعانتها على دعم تكاليف المجهود الحربي كما كانت تفعل إلى ما قبل صدور اتهام الأغذية العالمية للحوثيين بأنهم يسرقون المساعدات سيكون طلبا سخيفا في حال أقدم الحوثيون على المطالبة بذلك لكن الأسخف سيكون هو انبطاح جريفث لمراضاتهم والضغط على المنظمة لتنفيذ أجندة الحوثيين كعادته تنفيذا لتوجيهات جلالة الملكة ولن يكون ذلك غريبا على الشعب اليمني فقد سبق الأغذية العالمية منظمة اليونسف التي تحولتها الأخرى إلى منظمة حوثية بامتياز تكرس أنشطتها لخدمة الميليشيا وتنفيذ أجندتها في المناطق المسيطر عليها ويعرف الكثير تورط المنظمة وبشكل فاضح بطباعة كتب مدرسية طائفية بما قيمته سبعون مليون دولار في وقت تتغالى المنظمة عن تجنيد الأطفال من قبل الميليشيا وقنص المدنيين والأطفال في مناطق النزاع فيما تصيح وتولول في حال أخطأ التحالف بضرب مدنيين ما يوضح حوثية الرأي والحياد والموقف لدى اليونسف كشف تحقيق استقصائي حديث لشبكة CNN عن كافية سرقة المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين في المحافظات التي يسيطرون عليها وكيف يعمل نافذون في سلطات الجماعة على منع المساعدات عن مناطق تعيش مجاعة محققة تضيف الشبكة تبلغ سهام بشير من العمر عامين تبدو هزيلة جدا وتعاني من سوء تغذية حاد لكنها لم تخطو خطواتها الأولى حتى الآن حيث يحاول العالم مساعدتها هي ونحو 16 مليون شخص جائع في اليمن عن طريق إرسال المعونات الغذائية ولكن وفقا لتقرير الأمم المتحدة وتقارير CNN على الأرض فإن بعضا من تلك الأطعمة يتم سرقتها من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على نطاق أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه من قبل وفي العام الماضي وجدت الأمم المتحدة أن واحدا في المئة من المساعدات تختفي معترفة بأن إساءة استخدامها قد يكون منتشرا أكثر واليوم وجد تحقيق سري لشبكة CNN أن عشرات المناطق يجري فيها تسليم المساعدة فقط على الورق إذ أنه في الواقع لا يتم مساعدة العديد من الأسر وتشتبه الأمم المتحدة في أن الإمدادات يتم تحويلها بعيدا عن الأطفال الجائعين لتصبح في أيدي مقاتلين رغم أن الحوثيين ومسؤوليهم ينكرون ذلك صحيفة لوبوس الفرنسية قالت بأن الأمن الداخلي الفرنسي استدعي صحيفة أو صحفية بشأن ذلك حيث كشفت فالنتاين أوبرتي الصحفية في برنامج كوتيديان التابع لقناة TMC أن المديرية العامة للأمن الداخلي استدعتها حينما كانت تعمل على تحقيق حول تصدير الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية المستخدمة في اليمن وقالت الصحفية أيضا أنهم أخذوا أقوالها في الخامس عشر من فبراير في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي وأتى هذا الاستدعاء بعد لقاء أجرته مع وزيرة الجيوش فولارونس بارلي في الثالث والعشرين من نوفمبر في باريس وكانت الصحفية قد أرادت مواجهة أو مواجهة بعض المعلومات التي حصلت عليها لكن تم أخذ أقوالها من قبل جهاز المخابرات للمساس بسرية الدفاع الوطني واستدعاؤها للاستجواب بمساعدة محامين تقول الصحفية قررت عدم الإجابة عن أي أسئلة هذا مبدأ أود أن أذكر به الليلة فالصحفي لا يكشف أبدا عن مصادره ولهذا السبب يتحدثون إلينا لأننا نحميهم تتحدث الصحفية عن التخويف وتؤكد أن التحقيق الذي أجراه قسم مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام يهدف بأضوح إلى العثور على المصادر وهو ما لا نسمح به كما كشفت بالإضافة إلى ذلك أنه تم استدعاء مهندس الصوت الذي يعمل معها أيضا في الحادي عشر من أبريل بالإضافة إلى مصورتها في الرابع عشر من أبريل وأشارت إلى أنه تم استدعاء ثمانية الصحفيين واستجوابهم خلال أربعة أشهر وفي الشأن العربي نقف على مقال في العربي الجديد كتبه كمال عبداللطيف بعنوان الثورات العربية والثورة الثقافية يقول فيه الكاتب يجري في المجتمعات العربية دقاش بشأن مآلات الفعل الثوري بعد اقترابه من إكمال عقد من عمره وقد بدأ الحديث عن مرحلة ما بعد الإسلام السياسي ويمكن أن نلاحظ شبه إجماع داخل النخب على أن التداعيات التي حصلت بعد سقوط بعض الأنظمة السياسية العربية وسعود الإسلام السياسي وكذا انتصال بعض الثورات المضادة على الأفق الذي أعلنته الثورات أدت إلى حصول ورطة لم تستطع مجتمعاتنا تجاوزها ولا مغالبة مختلف نتائجها في الحاضر العربي تحققت الثورة السياسية في بعض البلدان العربية بل شملت أصداؤها أيضا الأقطار التي ما زال الطغاة على رأسها ولا تراجع في الفعل الثوري حتى عندما يتوقف أو يظل نزيفه متواصلا وقد قطعت الثورات في بعض البلدان العربية أشواطا مهمة وهي تتجه إلى رفع مظاهر كثيرة للاستبداد والفساد لتفجر إمكانية حصول ما يماثلها عاجلا أو آجلا في مستوى الذهنيات والسلوكيات إلا أن التحقق الفعلي لثورة ثقافية تقطع مع أنظمة في الثقافة والفكر يقتضي وعلى خلاف ما جرى ويجري في المستوى السياسي زمنا أطول لتبرز ملامح المأمول ويتخذ أشكالا معينة إن ثورة ثقافية يمكن أن تظهر إرهاصاتها الأولى في قلب التغيير السياسي ولكن استواءها يتطلب جيلا أو جيلين لكي نصبح أمام نمط في التفكير يتيح إمكانية القطع مع التقليد ومع أنظمة الفكر المهيمنة ذكرت صحيفة The Times كما قال موقع عربي بوست أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزامي من المتوقع أن تعلن استقالتها لمنصبها يوم الجمعة في الخامس والعشرين من مايو 2019 حيث قالت صحيفة The Times إنه في حال استقالت رئيسة الحكومة تريزامي فإنها ستظل رئيسة الوزراء بينما ينتخب خليفة لها في عملية من مرحلتين يتنافس فيهما مرشحة نهائية للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين بعض النوى في حزب المحافظين الذي ترأسهم بدأوا مسعا جديد لخلعها حتى لا تسنح لها فرصة طرح خطة تسوية التي وضعتها للخروج من الاتحاد الأوروبي للتصويت في البرلومان وتأتي التوقعات باستقالة تريزامي بعدما باءت مناورتها الأخيرة للخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفشل الأربعاء بعد أن قوبل عرضها بإمكانية إجراء استفتاء ثاني وترتيبات تجارية أفضل بالرفض سواء من نواب المعارضة بمجلس العموم أو من كثير من أعضاء حزبها وناشدت ميم مجددا أعضاء المجلس مساندتها وعرض فكرة إجراء استفتاء ثاني على الاتفاق وترتيبات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بوصفها حوافز في سبيل ما قالت إنه سبيل أو السبيل الوحيد لتجنب الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى الاتفاق لكن رد الفعل كان قاسياً إذ انتقد المحافظون وحزب العمال مسودة الاتفاق والتشريع الذي ينص على شروط رحيل بريطانيا وفي شأن عربي متصل كتب عثمان ميرغني في جريدة الشرق الأوسط مقالاً بعنوان سيناريوهات التصعيد في السودان سلط فيه الضوء على آخر المستجدات في السودان يقولوا فيه يبدو واضحاً أن الأمور تتجه نحو التصعيد فالخلاف حول تشكيل مجلس السيادة يخفي وراءه مشكلات أعمقة تتعلق بوجود شكوك حول جدية الكلام عن نقل السلطة أو عن تفكيك الدولة العميقة مع استمرار القلق من المخططات لإجهاض الثورة ولفك الاعتصام الصامد أمام القيادات العامة للقوات المسلحة قوى الحرية والتغيير أعلنت عن بدء الاستعدادات والخطوات المؤدية إلى عصيان مدني وإضراب شامل وهو ما رد عليه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان لقوله الشهير بحميتي بتهديده أول من أمس بفصل كل من يضرب عن العمل قائلا إن لديهم عناصر جاهزة لتسيير دولاب العمل في الدولة إذا حدث الإضراب الذي اعتبره فوضى لن نسمح بها هذه اللغة تعكس تراجع الثقة بين الأطراف وأن كل منها بدأ يستعد للمواجهة المقبلة سواء بالخطاب التصعدي أو بخطوات تجري وراء الكواليس الاتفاق حول مجلس السيادة قد يكون واردا لسيما مع وجود ميل لدى السودانيين لتحريك الأجاويد والوساطات لكنه في تقدير لن يحل المشكلات الكامنة ولن يزيل مشاعر عدم الثقة مع وجود مؤشرات على أن هناك جهات همها الأول كيفية الالتفاف على الثورة وإجهاضها لإعادة إنتاج النظام السابق بصورة معدلة أو على الأقل لمنع تسليم السلطة بالكامل لقوى الحرية والتغيير هذه الجهات تعمل على عدة جبهات وبوسائل متعددة مثل تحريك مظاهرات من قوات ترفع مطالب متنوعة أو شن حملات للتشكيك في تجمع المهنيين وقيادات قوى الحرية والتغيير أو بتسريب الشائعات والأخبار المفبركة الهادفة للتشويش وإثارة البلبلة صور ذات طابع سياسي وأخرى تحمل طابعا جماليا تنشرها صحيفة الديلي التليغراف ونحن نعرضها عليكم في حلقة اليوم من كوشك الصحافة ترجمة نانسي قنقر المنافسة لم تعود اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير ذلك الفن الساخر الذي يختصر ألاف العبارات ومئات الصور نتابع ترجمة نانسي قنقر أخبار وصور ورسوم وصلنا بها إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء